السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين ومتابعين القناة النهاردة كان فيه ارتفاع في أسعار الكاتاكيت وكمان كان فيه ارتفاع في أسعار البيض هنعرض لكم في الفيديو دي أسعار الكاتاكيت والبيض والأعلاف بس قبل أي حاجة أتمنى أن تدعموا الفيديو بلايك وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل علشان يوصلكم إشعار بكل جديد وتحديث الأسعار أول باول ندخل بقى على الفيديو بتاعنا ونعرض الأسعار كرتونة البيض الأبيض النهاردة كان فيه ارتفاع وصلت في المزرعة 160 جنيه توصل في المحلات لـ 170 جنيه أما كرتونة البيض الأحمر فكانت في المزرعة بـ 165 جنيه توصل في المحلات لـ 175 جنيه بالنسبة للبيض البلدي كان في المزرعة بـ 160 جنيه يوصل للمحلات بـ 170 جنيه أما بالنسبة لأسعار الكاتاكيت كاتاكيت كاتاكوت أبيض شركات سعر وارتفع النهاردة ووصل من 27 أقل سعر إلى 32 جنيه أعلى سعر أما بالنسبة لكاتكوت الأبيض الأهالي فوصل سعره 25 جنيه أقل سعر إلى 27 جنيه أعلى سعر أما بالنسبة لكاتكوت البلدي فكان بيتراوح سعره ما بين 8 جنيه إلى 11 جنيه أعلى سعر أما بالنسبة لكاتكوت الساسو فكان بيتراوح السعر ما بين 16 جنيه إلى 19 جنيه كأعلى سعر أما بالنسبة لأسعار الأعلاف شكارة علف بادي 25 كيلو وصل سعرها الـ 535 جنيه أما بالنسبة للعلف النامي الشكارة الـ 25 كيلو وصلت الـ 530 جنيه العلف الناهي 25 كيلو الشقارة وصلت ل525 جنيه اما بالنسبة لعلف الطاعي بالكيلو في المحلات لو هنشتري بالكيلو من المحل فوصل الكيلو ل23 جنيه وده كحد اقصر اتمنى الفيديو يكون عجبكو انتظرونا في فيديو جديد لتحديث الاسعار اول باول شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته